اللي موجود في القاهرة وبينزل محطة مصر في مدان رامسيس وبيركب قطر مثلا رايح من القاهرة للصعيد او لاي مكان تاني بحكم يعني ان كنت اشتغلت فترة في المينيا فكنت بنزل محطة مصر كتير واركب القطر اللي من القاهرة لمحافظة المينيا كان بياخد اربعة او خمس ساعات فكنت بتقابل دايما مندوبين مبيعات في المحطة وجوه القطر وعالرصيف وانت داخل شباك التذاكر او لو انت حاجز قبلك يعني المهم بتقابل نوعية من مندوبي المبيعات اللي بيكلموك عن فوائد المنتج بتاعهم ان هو مثلا الولاعة دي مش عارف ايه وده اللي مثله كريم عبدالعزيز في الفيلم بتاع في محطة مصر لما برضو مثل ان هو كان مندوب مبيعاته بالخنصر والبنصر ومش عارفه وديها واعمل ايه ومعانا عروض ايه والكلام ده كله مندوب المبيعات ده الشاطر اللي بيعرف يقنعك بالحاجة التفهة جدا اللي ملهاش معنى اللي هو بيبيعها والليه حاجة اصلا مضروبة وانت عارف انها مضروبة لكن بيعرف يسوقها لك بطريقة ان انت بتختنع في الاخر عبدالفتاح السيسي هو المنتج المضروب ده كويس واللي بدأوا يسوقوا من 2013 انه هو الرجل ذو الخلفية العسكرية ظابط الجيش القوي اللي جاي يحكم البلد الرجل اللي انقذ البلد من الاخوان وفي نفس الوقت هينقذها من المؤامرات الغربية مصر محور الكون المستهدف من العالم اجمع والكواكب والمجرات الاخرى ولكن احنا عندنا عبدالفتاح السيسي المشير القائد الرجل العسكري الذي لا يفرد في الارض ويدافع عن العرض الرجل الذي يضع خطوطا حمراء لتركيا في ليبيا فلا تقترب ولا تتجاوز خط سرط والجفرة ولكنه لا يضع خطوطا حمراء لإسرائيل فبتهجر الفلسطينيين بس بيفضل واقف زي عباس في الدايرة يقول لهم التهجير خطح الرجل اللي قال لك لا يمكن ان نقبل بميليشيا مسلحة متطرفة على حدودنا بس حمدتي بيخلص على السودان وهو ما بيدافعش عن الجيش الوطني السوداني بتاع فتاح البرهان عشان خاطر الامارات طيب في الامن المائي المفترض انه راجل عسكري بيدافع عنه هم بعهولنا بكده يا جماعة ما هو اتباع السيسي المنتج المضروب ده بانه راجل دخلفية عسكرية هيدافع عن مصر جميل في الامن المائي روحنا في ستين دهية عشر سنين من رفع ايدي واطمئنه تماما وكونوا مطمئنين تماما وحلف يا ابي احمد وفي الاخر انبارح المفاوضات بازل بعد عشر سنين واحنا لنا كامل الحق في الدفاع عن امننا المائي تمام راح الامن المائي طيب شوف مثلا الارض الامن القومي راح حدة ايران وصنفير للسعودية سايب اسرائيل بتعمل اللي بتعمله في غزة هناك في ليبيا الدنيا مضروبة بالنار هناك تحت في الجنوب حمدت بيخلص فالامن القومي كمان مضروب من التلات حدود وبإيه يعني هو واقف بيتفرج على الدنيا تمام فقادي الامن القومي المصري كمان رايح في ستين دهي فكده الامن المائي والامن القومي طيب نروح ليه كمان الامن الاقتصادي ان انت بتؤمن الموارد الرئيسية شرايين الحياة الاقتصادية للبلاد اهم واكبر شريان اقتصادي لمصر هو ايه؟ هو قناة السويس مش كده؟ اه بتجيب لنا كام؟ بتجيب لنا 9.5 مليار قام عندك في الجنوب الجماعة بتوع الحوسي في باب المندب في اليمن قرروا ان هم يتضمنوا مع فلسطين والمقاومة الفلسطينية وفقا لبياناتهم وقالوا ان احنا بندعم المقاومة الفلسطينية وبنستهدف السفن الاسرائيلية واي سفينة هتقرب عليها علم الاحتلال او رايحة للاحتلال فهي في مرمى النيران وقد كان بدأ الحوثي فعلا ينفذ الهجمات دي بدأ الحوثي فعلا يشتغل على السفن للدرجة اللي دفعت الولايات المتحدة الامريكية انها تشكل قوة دولية عشان يواجه خطر الحوثي اللي حذر وإيران حذرت وتكلموا عن الموضوع ده ونقشناه من يومين طيب ايه علاقة ده بالامن الاقتصاد المصري او بقناة السويس تكلمت معاك اول امبارحا ده والنهار ده بأكد تاني لان القصة بتكبر للأسف احنا بنتكلم على سفن بتغير الطريق بتاعها بتتحاشى قناة السويس او البحر الاحمر خالص وبتنزل من طريق رأس الرجاء الصالح طب اخوانا احنا هنا هنبدأ نتضر طب الفريق اسامة ربيع قال لنا ان ام خمسة وخمسين سفينة طلع العدد لمية بيتكلموا في حمولة بتمانين مليار يا اخوانا احنا راحين في داهيا يا جماعة ارادة قناة السويس هتقل احنا اصلا ما عندناش دولارات ده هو تحولات المصريين في الخارج وقناة السويس اللي موقفنا على رجلينا شوية تحولات المصريين بتقل في قناة السويس لو قلت روحنا في داهيا طب يا عزيزي يا دول خلفية العسكرية هو انت احنا اشتريناك ليه يعني انت منتج مضروب بعوك لينا على انك راجل عسكري زو خلفية عسكرية على كدفها تنور على جنبها تنور بتعرف تدفع عن الامن القومي راحة السودان راحة ليبيا راحة فلسطين راحة غزة هيتهجروا هاني مش عارف ايه قناة السويس كمان اثيوبيا خلص طب انت وظيفتك ايه الراجل ده جماعة اللي بعهولنا في محطة مصر واسمه عم فتاح السيسي وظفته ايه حد يقول لي الراجل ده شغال ايه انت اشتغلي ايه انت جاية تشتغلي ايه بتدفع عن ايه بتدفع عن مين فايدتك ايه انت وظيفتك ايه يا بني ادم بتاخد مرتب عشان ايه بتحكم مصر بامارة ايه قناة السويس فيه خطر ده العنوان العريب واحد كده يقوم مجعوص لورا ويقول لي ما هو اصله هو ممكن يشارك في القوة الدولية مع امريكا وانحارب الحوسي هقول له والله ما هو انت بصراحة كده يعني مفيش فرق بينك وبين ابراهيم عيسى وحملاته ليه بقى؟ لان المشكلة هنا مش انك تحارب الحوسي المشكلة الحوسي رد فعل لإيه؟ للفعل اللي جنبك انت ليه بتدور على الحاجة اللي فيه ما وراء البحار هناك تحت عند مضيق باب المندب وانت جنبك على بعد اربعة كيلو قادر توقف الحرب في فلسطين قادر توقف العدوان انت ما تقوليش انا وراء حارب الحوسيين هناك ووقف السفن اللي بيخطفوها عشان بيدروا بقناة السويس والسبب الاساسي ان الحوسي دخل في الحرب اللي هو العدوان الاسرائيلي اللي على حدودك انت مش عالف تتكلم معهم نص كلمة ما هو بالعقل والمنطق يا جماعة اللي يدفع عن الامن القومي بيدفع عن الاقرب بيدفع عن الاصعب ما بيروحش ياخد حروب بعيدة في مضائق وبحار اخرى مش كده ولا ايه؟ فالتصرف الامثل هنا عشان تحمي قناة السويس هو ايه؟ هو انك توقف هذا العدوان عن طريق استخدام مجموعة من اوراق القوة اتكلمنا عنها الف مرة منها قناة السويس بالمناسبة لكن السيسي ما بيعملش ده طيب اشترينا ليه؟ بيعتهولنا ليه يا جماعة فين الخلفاء العسكرية؟ الحياة مش عارف ايه الحكاية؟ تعال نشوف الشرق بلومبرج وهي بتتحدث عن هذه القصة شركة الطاقة الالمانية اونيبر قالت انها لن تستخدم البحر الاحمر لشحن الغاز الطبيعي المسل الى اوروبا واماكن اخرى وان سفنها لن تمر عبر قناة السويس حسب ما نقلته بلومبرج عن بيان المتحدث باسم الشركة خلي بالك دي شركة جديدة انا كلمتك عن شركة البحر الابيض المتوسط اللي ايه عندها خمسة حويات العالم ومقرها جنيف كلمتك عن شركة زيم الاسرائيلية عن شركة ميرسيك الدنماركية عن شركة المانية اخرى دي شركة جديدة دخلت على الخط احنا رايحين في دهية نشوف تغريدة اخرى بتتكلم عن ميت سفينة عملوا ايه الميت سفينة من حساب انا العربي بسبب جماعة الحوثيين اكثر من مئة سفينة تتجنب العبور من مضيق باب المندب تغير مسارها من قناة السويس الى طريق رأس الرجاء الصالح فالجماعة بيسيبوا قناة السويس وبيروحوا لرأس الرجاء الصالح سيادة الفريق اسامة ربيع كانوا خمسة وخمسين سفينة في يومين الضعف وبقوا مية كنت بتقول اتنين في المية دلوقتي بقوا اربعة في المية هنكمل هيبوا عشرة وعشرين وخمسين في المية هتتفاجئ ان ما فيس سفن جاي لنا يا جماعة مش بالتصريحات العنترية اقتصادنا في خطر حقيقي الازمة هنا مش الحوثي مش انك تروح تحارب الحوثي هتخرب بيت اقتصادك اكتر انت مش معاك فلوس اصلا انك تعمل اي حاجة انت محتاج توقف العدوان العدوان ده بدأ يضرك بشكل مباشر مش قصة التهجير بس قصة الاختصاد كمان قناة السويس راحة في دهية بالارقام العالم كله بيتكلم عن ده تعالوا نشوف كده الفرق ما بين طريق قناة السويس وطريق رأس الرجاء الصالح على هذه الخريط طريق رأس الرجاء الصالح طبعا اطول بياخد تقريبا 14 يوم اكتر والتكلفة اعلى بشكل كبير وبالتالي الناس بدأت تسلك هذا الطريق شبكة سي ان بي سي الامريكية اتكلمت على خبر فيه رقم مهم جدا بتقول ايه بتقول ان شركات الشحن بالفعل قامت بتحويل ما يزيد عن 80 مليار دولار من البضائع من البحر الاحمر وسط مخاوف من الهجمات التفاصيل ان الشركات الشحن حولت بضائع بقيمة 80 مليار دولار بعيد عن البحر الاحمر عشان تبعد عن الحوثيين غيروا مصار السفن نتيجة 15 غارة على المسطحات المائية في الشرق الاوسط منذ بداية الحرب وزير الدفاع الامريكي اعلن عن تشكيل الفريق العمل الدولي منتكلم على بضائع ب80 مليار دولار الرقم ده هيزيد يا سات الفريق الرقم ده هيزيد يا سات المشير الرقم ده هيأثر على قناة السويس لو ما تحركتوش دلوقتي مرة تانية انا بغششك الحركة تجاه اسرائيل عشان توقف العدوان مش تجاه الحوثي ما تروحش تورط نفسك وتغرس نفسك في حرب انت لا ناقة لك فيها ولا جمل انت هناك على بعد 3-4 كيلو هناك في غزة طيب رويترز بتتكلم على تقرير كيف تؤثر هجمات الحوثيين في البحر الاحمر على الشحن في قناة السويس بيتكلموا عن مجموعة من الارقام المهمة عن ارادات القناة وعن المشاكل اللي هتحصل نتيجة انسحابات هذه الشركات مصر في ازمة كبيرة الامن الاقتصادي الامن المائي الامن القومي في خطر السبب الرئيسي العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولكن النظام المصري ورئيسه ذو الخلفية العسكرية وفين بيتفرقوا اشتركوا في القناة